بمدارس تشكيلية مختلفة ومشاركة 45 فنان نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت فرع مكة المكرمة معرضا جماعي تحت عنوان واحة الإبل عن هذا المعرض ينظم لنا من مكة المكرمة الزميل تركي الأحمرين تركي مساك الله بالخير ايش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها لسادة المشاهدين ياهلا وسهلا فيك محمد مساء الخير والسعادة والأنوار لك والمشاهدين الكرام بالفعل الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت هذه تقدم وتزامنا واحتفاءا بعام الإبل اللي هو عام 2024 تقدم الجمعية بفرعها في مكة المكرمة معرضا تشكيليا يعني شارك في عدد من الأخوة الفنانين التشكيليين لزيادة المعلومات حول تنظيم هذا المعرض ينضم معنا الآن الأستاذ خالد بايونس وهو مدير جمعية الفنون التشكيلية السعودية بمكة المكرمة حياكم الله سيد خالد ياهلا حياكم الله وبرك الله فيكم أولا أشكركم لتواجدكم معنا اليوم في حفلنا المبارك اللي هو معرض واحت الإبل تزامنا مع إصدار حكومتنا الرشيدة بمسمى عام الإبل 2024 يعني أسأل فيكم أستاذ خالد طبعا في استعدادات سبقت هذا المعرض الجميل حاب نأخذ فكرة عن التفصيلات أستاذ خالد كم عدد اللوحات المشاركة أبرز الفنانين أيضا المشاركين عند صدور القرار كنا حابين أنه يكون السبق لجمعية جسفة فرع مكة فأعلننا في 1-1-20-24 بدأوا الفنانين كل واحد يعبر عن الإبل بأسلوبه الخاص الفني تعرف أنه مدارس الفن متنوعة وكل واحد عنه أسلوبه فبدأوا هم يعبروا عن الإبل وخصائص الإبل أن الإبل هذه وفية مع البشر وكل واحد يعبر بأسلوبه الفني عشان كذا نحن ملاحظين أستاذ خالد كل لوحة لازم يمكن مشروط أن يكون فيها الإبل أو سفينة الصحراء أكيد لأن هذا العام عام الإبل ويعني كمان حتى ذكر في القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فبدأوا الفنانين يتدبروا هذه الآية والآن لو تجد تلاحظ أساليب متنوعة هذه الأساليب طبعا هم كلهم تميزوا بها في تكنيكاتهم وأدواتهم الخاصة بدأوا يشتغلوا وانتجوا لنا 45 عمل ويقول لي شاركوا 45 فنان وفنان كلهم من مكة الفنانين المشاركين وفي واحدة شاركت من الطائف أهمية المناسبة أستاذ خالد لكم كجمعية حيث هي طبعا تبرز مكانة الإبل عند الشعوب عند النظام الاجتماعي النطاق الاجتماعي سواء في المملكة العربية السعودية وحتى في الدول العربية كمان أكيد أنت عارف سفينة الصحراء والإبل هذه يعني أيش أقول لك كلنا نحبها ونعشقها وهي أساسا تحب البشر فهذا الحب والتعالف اللي سار بين الأنسان والكائن هذا وصفينة الصحراء طيب أستاذ خالد هل في لجنة يعني تحدد لوحة فائزة في نهاية الأمر مثلا أو يعني يكون في لوحة مميزة يعني من ضمن اللوحات المشاركة والله إحنا لو جينا نطالع حنجد إنه كل لوحة مميزة ولكن إن شاء الله في المستقبل لأنه يعني بدت تجينا عروض وأفكار إنه المعرض حيكون بإذن الله بعد أخذ الموافقات حيكون متنقل في جميع مناطق المملكة طيب إيش ميز المعرض أستاذ خالد أنا شايف يعني هالسنة في يعني إقبال تفاعل مميز من الفنانين تشكيليين في مكة وحتى في منطقة مكة والله يعني أنا إيش أقول لك أنا سعيد سعادة يعني غامرة جدا إنه الفنانين الله يجزاهم بالخير بدوا يتطور عندنا هم أساسا المتطورين من البداية ولكن زادت عندنا وهذا شيء نحمد الله ونشكر عليه شكرا أستاذ خالد بايونس مدير فرع جمعية جمعية الفنون السعودية بمكة المكرمة أشكراكم وموفقين إن شاء الله الفنانين المشاركين معاكم بعد أشكركم وأشكر القناة الأولى وأشكرك أنت شكر خاص كمان أشكر فندق ميلينيوم على إنهم سقروننا هذا المكان وخصوصا السيد عزيز أولياء مدير الفنانين المشاركين شكرا موفقين إن شاء الله أرحب الله إذن محمد كانت هذه يعني لقطات ويعني بث لدقائق معدودة عن هذا المعرض الجميل الذي تفاعلت معه الجمعية السعودية لألفنون التشكيلية جيسفت بفرعها في مكة المكرمة لتبرز أهمية الإبل وهذا العام اللي هو عام الفين واربع وعشرين كما هو معروف وكما أعلن سابقا بأنه عام الإبل إذن إن شاء الله تكون هذه المعارض جميلة تنقل نبض المجتمع ومناطق المملكة العربية السعودية في مجملها شكرا لك محمد ونعود لك بالصوت والصورة شكرا تركي أعطيك العافية شكرا أيضا لضيفك الكريم